سأحاول من جديد تبلجة هذه الأصوات وأحاول مع هذه الصور المتحركة التي نراها أن أعلق قليلا على الأحداث وكما طرون الكرش يهاجم ذلك الفتى نعم ويسحب منه الصندوق ويذهب بعيدا يحاول الفتى أن يفتش عليه ولكن الكرش أتى من جديد بقوة أصعب وأقوى وحاول انتهامه هذه المرة أيضا فنجى منه وهرب وذهب القرش ومجددا يتراقص القرش وإن الكلب حاول مساعدته أنظر شابان يحاولان صحب القرش لقد صحب القرش وتم وجود الصندوق ويحاولون فتحه الآن ليروا ماذا في داخله لقد وجدوا خريطة صغيرة الآن يطلع عليها الدكتور ويقول لهم ماذا يفعلون سيذهب الدكتور ليفحص الورقة هذان الشابان لقد حاولوا نشل شيئا ما من البحر لتعلق الآن لأن السفينة الذاهبة وهذا الظلم للشباك وهذا يقرأ الصحيفة لقد أتى الدكتور ومعه بشرة سيحدثهم عن الورقة الآن أنه يقول الكنز موجود داخل منزل وعليكم شراء هذا المنزل لقد فرح تنتان وبدأ يتراقصه ودكتور حسناً حسناً لقد أتى بالجرائب أتى بالجرائب وقال لهم أن يشتروا المنزل لكنه لا يوجد مال وهو تبرع الدكتور في هذا الموضوع بشراء المنزل لأنه باع طائرة بثمن جداً مرتفع هذا هو المنزل الذي يوجد بداخله الكنز الآن يتجهون إلى الداخل ومعهم بيل ضوئي مصباح ضوئي لكي يروا ماذا في هذه الخفايا هنا رولته فكرة لتنتان قرد أن يتجه بالمصباح الضوئي إلى الجهة الأخرى فيرى نسر فرح كثيراً واتجه هو صاحبه إلى هذا الجر آية إلهي لقد وجدوا الكنز حقاً وجدوه لكل ما تعني الكلمة من معله حتى الكلم فرح الآن سيستقبلون مجدداً الدكتور وهو يحمل قلدتين في يده نعم والكلب سعيب وأنهم جميعاً سعداء والآن سنرى سيارات كثيرة أمام المنزل لأنه أصبح كالمتحف هذا قبطان السفينة أجل انظروا إلى الجمهور الجمهور ينظر إلى الأشياء بداخل الصندوق كان هذا تعليق بدائي لنا على هذه الصور المتحركة واجنتم إلى اللقاء مع فيلم آخر بانن عبد اشتركوا في القناة